تحيي الإنسانية اليوم الذكرى السنوية السادسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام والذي أقرته الأمم المتحدة يوما عالميا لحقوق الإنسان تأتي هذه الذكرى في ظل تحولات خطيرة في كل أنحاء المعمورة حيث لا تزال شعوب ومجموعات بأسرها بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد المجموعة الإنسانية تعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقها الأساسية ومن جرائم التمييز والقتل والتشريد والتهجير القصري ولعل حال ملايين اللاجئين السوريين على الحدود وغيرهم في وسط أفريقيا وفي أنحاء العالم أكبر دليل على ذلك كل ذلك في ظل بروز أصناف جديدة من الأفكار والممارسات والجرائم الإرهابية لمنظمات عشوائية تتخذ الوحشية منهجا وفكرا وأصبحت تمثل خطرا كبيرا على القيم الإنسانية المشتركة وغدت تهدد النسيج الاجتماعي الرقيق للبشرية تأتي هذه التحديات الجديدة في ظل العجز المزمن والمتفاقم للمجموعة الدولية في مواجهة الأمراض والجوع والأمية والعبودية والاحتلال والتي تمثل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفي لها ذات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولعل الطراخ في مواجهة وباء الإيبولة وانتشاره الواسع كعنصر إبادة لمجموعات بأسرها يعتبر مؤشرا خطيرا على الحاجة لمراجعة كل السياسات العامة والمحلية والإقليمية والدولية وبنائها دائما على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان إن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وهي تحتفل بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مستحضرة في وجدانها ملايين الضحايا الأبرياء ممن قضوا نتيجة أعمال وحشية وسط إفلات متكرر من العقاب فإنها تؤكد ضرورة التزام المجموعة الدولية بالمبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشبكة الدولية التعزز انخراطها اليومي في النضال من أجل ترسيخ هذه القيم وترجمتها في الواقع وتمكين الضحايا من استرداد حقوقهم أفرادا وجماعات وشعوبا في كافة أنحاء المعمورة وذلك من أجل خلق بيئة محلية وإقليمية وكونية تحمي الشعوب والمواطنين دون تمييز في عالم يسوده الإيخاء والعدل والسلام والرخاء وفي هذه المناسبة تؤكد الشبكة الدولية للحقوق والتنمية على ضرورة احترام حقوق الإنسان في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل زمان ومكان مهما كانت الظروف فحقوق الإنسان لا تقتصر على اليوم العالمي لحقوق الإنسان والحاجة إلى تطويرها وتطوير مفاهيمها وقيمها يجب أن تكون منهجا واسلوب حياة لكل من يعانق الحياة على كوكب الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر